الوزن والكتلة Weight and Mass لقد أصبح وزني 45 كيلو جراماً أتعلم أن وزنك لا يساوي 45 كيلو جراماً؟ لماذا؟ الخلط بين الكتلة والوزن من الأخطاء الشائعة في الحياة اليومية فهناك فرق كبير بينهما هل يمكن أن توضح لي ما هي الكتلة؟ نعم، سأوضحها لك لماذا أنا 55 كيلو جراماً وأنت 45 كيلو جراماً؟ لأن مقدار ما يحتويه جسمي من مادة يزيد عنك فذراعي يزيد عن ذراعك ووجهي يزيد عن وجهك معنى ذلك أن كتلتك تزيد عن كتلتي نعم، فزيادة المادة تعني زيادة الكتلة والكتلة هي مقدار المادة في جسم ما وتقاس الكتلة بالجرام والكيلو جرام إذن الكتلة ليست هي الوزن؟ نعم، فالكتلة مختلفة عن الوزن وما هو الوزن؟ ماذا لو سحبت أنت الحقيبة الآن من على هذا المقعد؟ هل ترها ثقيلة؟ لا، ليست ثقيلة عظيم، ولكن ماذا يحدث عندما تقوم بسحبها وأقوم أنا بجذبها منك؟ ما هذا؟ لقد أصبحت الحقيبة ثقيلة، فأنت تجذبها بقوة كذلك جذب الأرض للأجسام يجعلها ثقيلة فالوزن هو قوة التجاذب بين الأرض والجسم هل يمكن أن توضح لي معنى هذا الكلام؟ قم بوضع هذه الحقيبة على الأرض ثم قم برفعها مرة أخرى حسناً، عندما قمت برفع الحقيبة من على الأرض وهي فارغة فإنها لم تحتج إلى قوة كبيرة لرفعها بالفعل، لقد رفعتها بسهولة وماذا لو رفعت هذه الحقيبة وهي مليئة بالكتب؟ بالطبع سيكون رفعها صعباً هذا صحيح، وهذه الصعوبة في رفعها جاءت نتيجة زيادة الكتب داخل الحقيبة فزادت كتلتها، وبالتالي زاد وزن الحقيبة على الأرض إذن، الوزن يتناسب طردياً مع الكتلة؟ نعم يا سالم وأنت تعرف أنه عندما يسقط شيء على الأرض فإن حركته تتسارع بمقدار 9.8 أمتار لكل ثانية تربيع نتيجة لجاذبية الأرض وما هي معادلة حساب الوزن؟ الوزن يساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية 9.8 أمتار لكل ثانية تربيع وبما أن قوة الجاذبية هي المؤثرة على الوزن فبالتالي يقاس بنيوتن ولكن، هل تتغير الكتلة بتغير المكان؟ لا تتغير الكتلة بتغير المكان فهل رائد الفضاء إذا صعد بزجاجة بها 2 كيلوغرام من الماء داخل مركبة في حالة عدم الوزن يجد زجاجة فارغة؟ لا بالطبع إذن، فالكتلة لا تتغير بتغير المكان ولكن تجد أنه في المركبة الفضائية قد يرفع رائد الفضاء زميله بإصبع يده مهما بلغت كتلته لأنه لا يوجد وزن معنى هذا أن الوزن يتغير بتغير المكان هذا صحيح فنحن نستطيع أن نحمل أشياء كتلتها كبيرة على القمر لأنه يجذب الأشياء بشكل ضعيف أي جاذبيته صغيرة إذن، فهمت اليوم يا عبدالله؟ الكتلة هي مقدار المادة في جسم ما الوزن هو قوة التجاذب بين الأرض والجسم وحدة قياس الكتلة الكيلوغرام وحدة قياس الوزن النيوتن الكتلة تزداد بزيادة كمية المادة في الجسم الوزن يساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية 9.8 أمتار لكل ثانية تربيع الكتلة ثابتة لا تتغير بتغير المكان بينما يتغير الوزن من مكان لآخر